وكعادتنا بقى هنبدأ على طول حلقتنا لكن لازم أوضح نقطة مهمة جداً في النادي الأهلي الطبيعي في النادي الأهلي أن بياخد قراراته دون ضغوط ودون تأثير ودون أي جدل الجدل دايماً بيبقى من السوشيال ميديا من وسائل الإعلام لكن مش من النادي الأهلي النادي أهلي بياخد قراراته بعد دراسة متأنياً في كل اختياراته وكل قراراته دايماً بتكون مناسبة لمتطلبات المرحلة مفيش خلاف على أن الكابتن سيد عبد حفيظ أدى معا عليه طول سنواته في منصبه كمدير كورة النادي الأهلي وهو من أنجح مديرين الكورة في تاريخ النادي الأهلي ومفيش شك أنه حقق نجاحات كبيرة جداً لكن كمان التغيير هو سنة الحياة التغيير مش لازم يكون مرتبط بإخفاقات زي مع ناس فكرة وأسباب رحيل كابتن سيد ومش عارف كلام كتير أو كده مش بتاع النادي الأهلي خالص ملوش علاقة بالنادي الأهلي خالص بالعكس ممكن تبقى كسبان وتغير لأنه ممكن تكون داخل على مرحلة جديدة أو حاجة مختلفة بمعطيات مختلفة وجديدة جداً كابتن سيد عارف حفيظ خرج من الباب الكبير جداً بعد موسم تاريخي وبعد ما أدى كل اللي عليه وهو جزء كبير جداً من تاريخ النادي الأهلي ولكن أيضاً كابتن خالب بيمو دخل من الباب الكبير لأنه واحد من الكوادر الإدارية النكحة جداً في النادي الأهلي اللي موجودين وتدرجوا في منصب عديدة جداً خلال تواجده في موطرة النادي الأهلي وفترة طويلة مش غيلة كمان كابتن خالب بيمو واحد من اللاعبين اللي كان ليهم رصيد عظيم جداً في قلوب جمهور النادي الأهلي اسمه كان دايماً مرتبط بالنتائج تاريخية مع النادي الأهلي طبعاً ما حادش هينسى ماتش الستة ماتش سانداونز في النهائي دوري أبطال أفريقيا وكذا هاترك كده وميازين جداً في التاريخ لكابتن خالب بيمو لكن كمان كابتن خالب بيمو قدم تجربة رائعة كرئيس لقطاع النشئين في النادي الأهلي وقبلها كمان في أكاديمية النادي الأهلي وخلي بالك أنا ممكن نجاحات كابتن خالب بيمو في الأكاديمية مثلاً العوائد اللي جات منها كانت كبيرة جداً زود في روح الأكاديمية وجاب فلوس كتير جات من خلاله حاجات كتير جداً زود كان دور كابتن خالب بيمو دي بصمة كبيرة فيها قطاع النشئين دلوقتي كمان وقطاع النشئين كان بصمته فيها واضحة بشكل كبير جداً جداً ووقته في منصب موديل الكرة جمهور الأهلي واعي طبعاً وعظيم ودايماً بيتضرب به المسأل في دعم فرقته ولذلك جمهور الأهلي زي ما كان بيدعم كابتن سيدة محفيز هو دلوقتي الدعم الأول لكابتن خالب بيمو في تجربته الجديدة كابتن خالب بيمو عنده خبرة إدراك كبيرة جداً وعارف كل كبيرة وصغيرة في فريق النادي الأهلي وبالتالي هو بدأ على طول شغله من أول يوم وبيسعى لبداية مثالية من النحية الإدارية وكل الأهلوية بيدعمه قبل ما خلص كلامي أنا بس عايز أوضح نقطة مهمة جداً أنا اشتغلت مع كابتن خالب بيمو شخصياً وبعارف شخصية الرجل ده وعارف استراتيجياته كابتن خالب بيمو بالمناسبة بيعمل ماجستير في التجارة وهو أحد خريجي جامعة عين شمس كل التجارة وفضله في الماجستير فقط مشروع التخرج كابتن خالب بيمو امتياز في سنتين الماجستير عشان أنا قريدت النهار ده كلام مش من منطقي إنه هو يتقال وأصلاً الناس عرفت حاجة غلط يعني معرفش مين لوصل المعلومة دي أو مين اللي قال حاجة زي دي لكن أنا بقوله كابتن خالب بيمو ماجستير على وشك إنه يحصل على درجة الماجستير كابتن خالب بيمو واحد من المميزين في الإدارة وليه بصمة في كل مكان سواء جوة النادي الأهلي أو برا النادي الأهلي وأنا اشتغل أقول لكم عن تجربة الشخصية مع كابتن خالب بيمو لا ليه بصمة وبصمة كبيرة جداً أنا كنت أول داعم لكابتن سالعب حفيز وكابتن سالعب حفيز أدى دور تاريخي ومن أحسن الناس اللي جات في المكان ده زي زي كابتن سابط البطل زي 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 كابتن طرق سرين زي زي كابتن واقل جمعة لما كان موجود فترة من الفترات كابتن هادي خشبة وقابلوهم ناس كتير جداً عظام وكابتن حسن حمدي كان في فترة من الفترات وقت قليل آلة كان في منصب مدير الكرة ومنصب مدير الكرة ده من أهم المناصب في النادي الأهلي فمش أي حد يصلح يكون مدير الكرة فلما يتم اختيار كابتن خالب بيمو من الكابتن محمود الخطيب دي مش حاجة والدة اللحظة ده رجل تم تدرجه ووصل للمرحلة دي بعد ما شقي في النادي الأهلي في أكتر من مكان لما تتكلم عن كابتن سيد عبد حفيز بتقول في الأول إيه إنه بدأ في أكاديمية النادي الأهلي قاعد فترة مش قليلة ولكن بهاش مكتش فترة كبيرة قوي في أكاديمية النادي الأهلي وممسكش الأكاديمية ده كان في فرع الفيوم تقريباً ولكنه تعلم تعلم كتير جداً وكابتن سيد التدرج المناصب ده شيء أساسي في النادي الأهلي وأساسي العمل في النادي الأهلي كابتن خالب بيبو تدرج في المناصف في النادي الأهلي ونجح في كل المناصب والتكلفات اللي جات له كلها كان قدها وبالتالي كل الدعم لكابتن خالب بيبو في الدور اللي هيبقى كبير جدا وأنا واثق أنه هو قده كمدير كرة للنادي الأهلي وعارف أنه هو هيحظى بدعم جماهير النادي الأهلي بالكامل وهنشوف ده كلنا مع بعض الفترة اللي جاية وأنا زي ما بدعم أي شخص في النادي الأهلي أنا دوري كمشجع أهلاوي أنه ندعم دورنا كلنا كأهلاوية أنه ندعم النادي الأهلي النادي الأهلي عامل موسم تاريخي عامل موسم مفهوش ولا غلطة فبالتالي القرارات اللي بيأخذها مجلس إدارة النادي الأهلي كل جمهور النادي الأهلي لازم يكون وراه ده تاريخ جماعة كان لازم نقول عليه كل حاجة يستحقها ده بخلاف المؤهلات الرياضية اللي معاها ده واحد حصل على دبلومة الإدارة الرياضية دبلومة الفيفا للإدارة الرياضية ده كمان معه الكلاس ايه أو الشهادة ايه اللي هي التدريب يعني كمان فبالتالي هو رجل مش نقصه أي حاجة عشان يبقى في أي منصب في النادي الأهلي وأهم منصب هو مدير كرة النادي الأهلي مدير كرة فريق كرة النادي الأهلي نروح بقى لواحد من الكوادر الشابة اللي ليهم مكانة كبيرة قوي عند كل أهليهم كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين الجديد في النادي الأهلي يمكن كابتن وليد بدأ مشواره الإدارة بسرعة جدا أول ما اعتذر على طول وحصل على الدولومة الفيفا للإدارة الرياضية ودي كان بتكون فيها الدراسة لمدة سنة دراسة كاملة يعني ومشروع تخرج فيها واستفاد استفادها كبيرة جدا ولأي حد بيشتغل في مجال كرة القدم لازم يبقى معاه مؤهل من المؤهلات دي كابتن وليد سليمان بيشتغل في صمت بدأ شغله مباشرة بالسفر للإسكندرية لترتيب معسكر الناشئين في الأكاديمية البحرية ومركز جدا في شغله الحقيقة الراجل مركز جدا وما بتسمعهش شغل هو راجل جاي يشتغل بس كابتن وليد سليمان واحد من كوادر المستقبل في النادي الأهلي وفكرة صناعة الكوادر داخل النادي الأهلي دي هي اللي ضمنا استمرارية نجاحه أن أنت تخلق كوادر شابة جديدة وأن يكون ملادي النادي هم الشاربين تقاليد النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي وطريقة الشغل جوه النادي الأهلي لأن النادي الأهلي مش داي أي نادي تاني الحقيقة إن الدور الكبير اللي عملوا أو اللي بيقوم بيه كابتن محمود الخطيب وده دور مش سهل إنه هو يعود كوادر جديدة ودور مجلس إدارة النادر أهلي في منح فرص لتكوين كوادر في كل المجالات سواء في الإدارة أو النواحي الفنية واحد من أكبر إنجازات المجلس ده بالمناسبة يعني لأن الكوادر دي هي مستقبل النادر أهلي يعني كوادر الإدارية والكوادر الفنية حتى في الإعلام فيه كوادر شابة هتلاقي الإعلامين من أهلوية كلهم بعمار مختلفة هتلاقي فيه تدرج وفيه ناس بتتعلم من بعض جيل بيسلم جيل ده العادي في النهاية الآن